كل وإنما هم شرزمة شرزمة مرتزقة جاءت جاءت فضيلة الدكتور جاءت أيها المشاهدون لكي تسلبنا جميعا الأمن والأمان ولم ولن يستطيعوا لأنها مصر مصر الكنانة ما هانت على أحد فالله يحرصها عطفا ويرعاها أدعوك يا رب أن تحمي مراعيها فشمس عين لها والليل نجوها مصر التي تجلى الله على أرضها مصر التي قال الله لنبيه موسى فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى مصر مهبة الأنبياء مصر التي مر على أرضها الأنبياء مصر التي شرب من نيلها الأنبياء مصر التي من نيلها يأتي المدد لما بعث سيدنا عمر بن العص إلى سيدنا عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال له إن هناك في مصر عادة يسبحون فتاة ويكونها في نهر النيل فكتب إليه جوابا وأرسله إليه فقال له بعد أن يقرأ هذا يرميه في عرض نهر النيل فقال له إذا كنت تجري من عندك فنحن في غنى عنك وإن كنت تجري بأمر الله فسر فسار النيل يا سادة لأنه بأمر من الله بأمر من الله مصر ستظل مصر ستظل الوطن باقي والأشخاص زائلون ولكن مصر هي كنانة الله في أرضه هي المدافعة عن الدين يا شباب مصر يا أمة الإيمان والإسلام والتوحيد يا أمة الإنسانية حافظوا على أرضكم ووطنكم حافظوا ودافعوا ونافحوا كما كان يفعل سيدنا صلى الله عليه وسلم الحافظ يقول كان العرب إذا غزوا أو زهبوا لغزو يأخذوا من تراب أرضهم يستنشقوا يستنشقوا التراب لكي يعودوا مرة ثانية انظروا إلى عرفان وحبهم لأرضهم انظروا إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي يقول لمكة وكأنه يخاطب رجلا أمامه يخاطب ويقول إنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد الله إلي ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت أبدا فأعاده الله مرة ثانية نعمة الأمن والأمان ستظل في مصر وانظروا ومن لم يعرفها هو نبينا إبراهيم لما زهب وأتى إلى مصر وأهدي له جارته حاجر هذه الجارية وهديت لسيدة ماريا القبطية رضي الله عنه أجمعين وأنجب من لسيدة سارة عفوا إلى سيدة سارة وأنجب منها إسماعيل صلى الله عليه وسلم وأنجب منه حبيبنا وجاء نسل حبيبنا صلى الله عليه وسلم من نسل سيدنا إسماعيل ثم من نسل سيدنا إبراهيم فالأنبياء جميعا أتوا إلى مصر ستظل هذه مصر مصر باقية مهما فعل الحاقدون والحاسدون